السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيكم جماعة بكونوا بخير. ان شاء الله بقى نرجع شابتر النيورو كده تلاوية عطرها السريع علشان ايه ترجعوه. بعد كده تحيلوا الاسئلة ووقتي ايه وكان الله بيسر عليه. عندنا اول حاجة كده هنتكلم عن الديفولوب منتا الابناء انومالس. اللي هو عندنا اول حاجة. ده عبارة عن في بيحصل نتيجة زيارة مفروض ان هو بيتكون في تمام موجودة في بتاعت بينزل من بينزل من عن طريق. وبعد كده من. عن طريق. وبعد كده من. وبعد كده من. عن طريق. وفي. بيحصلو. ايه? الاسباب اللي تعملوا هيدرو كفلس قد لك الاسباب. اما ان البصويت ده وانا اتسد. تمام؟ اتسد بقى. اه. في او او. 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 اول حاجة اللي هو. او. 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 اول حاجة اللي هو. ال rebuild is dark valley سواء انه اما كان come gentle ودي اشهر سبب داندي والكر دان د Litقędzie بتحصل في اللشج Wal либо اللي هيحصل؟ في اللشجême الها وجد ساعاتها يحصل dietation في سر عام ويحصل الى الاخولد وهيحصل不 getting used واسبعية والصمiga خايريس كيف ه cliche نفس الكلام بتاع ولكن هنا اللي هيسد دي نتيجة وبيكون معها سبينة بفدو معها من سواء مثلا بعد سواء اللي هتعمل او مثلا يوبا ديان مين الاسباب اللي هي بعد كده اللي هو اللي هو وديان ايه وديان زيارة نزيلة البرودكشن نتيجة مثلا ونقص الابزوربيشن نتيجة مثلا ونقص الابزوربيشن نتيجة مثلا وبالتالي اي حاجة بدول فهي هتزاود برضو يوبا ديان ازباب من الهايدروكيفلس بعد كده عندي اللي هو بتاع الطفل اللي عنده هيدروكيفلس هنشوف هل هو انفنت ولا تشاهل دهود لو هو في الانفنت اللي هو قبل في الفونتانيل فهيكون عنده اللي هو ماكروكيفلي مع ونركز جدا ان الاي بيكون في السانسيت بيكون ايه بيكون يعني نزل التحت مش بس الفوق اللي اتشاهل دهود لو هو في فترة اللي اتشاهل دهود بعد ان الطفل الاعراض بتاعت الهايدروكيفلس بتا يعني بتقف تمام اللي هو بيكون وبيحصل فايه فبتهدى كل حاجة الكمبيليكيشن بتاعتي دوان لو هي حاجة الاحالة والام مثلا ما كشفتش عليه وكده فهيخش الطفل دوان في الموتور ويكنيس اللي هو وعمة اللي هو الموتور ويكنيس اللي هو متايحدي اللي هو وعمة الديفرنشال داريجنوس بتاعت الهايدروكيفلس هي وہفر اراغ عن اي حاجة بتعمل ماكروكيفلي ايه الحاجة اللي تعمل ماكروكيفلي ي Sega حاجة فالسقال اللي هو البون حاجة في البijahastic وتشو عاجة حاجة فالسقال البون يعني اللي هو الريكتس ينايرس والأخاندرو بليزيا الحاجة دي كلها بتخلي ان العظم ايه يقبر او كده يعني مهم هتأمل مين ماكرو كافلي تمام؟ يبقى حاجة فلاسكالة زitchنا افزت اللي هو الريكدس وال هموريك او نروح تمام؟ الار لو ايه الريكدس وال ايه اكوندروليك او نروح التش اللي هو الريكدس وال ا이가 كين بليزيا ول اتش اللي هو ال هموريكاا اما بقى اللي هو البرينو اللى حاجت اللي هو لبيكلي الي هو Floyd يقولك ايه ده واصله راسه تخينه تمام؟ اللي هو Large Brain with Mentorritur Dish لما تلاقوا حكي كده ايه اللي هو يعني مش بيفهم كده تقوله اصل راسه تخينه تمام اللي هو الميجالوكفالي اللي هو Large Brain with Mentorritur Dish ثالث حاجة اللي هو Intracranial tumor و Subdural Minheimatoma Intracranial tumor و Subdural Minheimatoma يبديلن الحاجات اللي تعمل مين ميجال مكروكفالي في الـ اللي هو 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 الـ انه هعملها للطفل اللي عنده هنعمل اربع حاجات اول حاجة اول حاجة اكس ري على السقال دوا لو هو قبل الـ اللي فهيظهر مين لو هو مثلا فيظهر جواها وحسب بقى نوع الـ والله لو تكسب يبقى هيكون لو هو طفل اصلا يعني فهيكون يعني لو هو عنده فهتظهر على شكل زي في الصور كده هتظهر لي لو هو الفنثانين اللي لسه مفتوحة فهتظهر ان فيه السيتيس كان لين احسن واحدة فيهم لانها بتظهر لي بتاع والباصولوجي اللي عامل ده كله ونوع الـ يعني لو هيكون فيه زي ما قلنا زي ما قلنا ان مثلا بيكون ايه فبيكون في تمام يبقى دي الـ انفستيجيشن اللي انا هطلبها من الطفل اللي عنده هيدروكفلس بعد كده والله لو مش هعالجه ولا هديله اي حاجة ثم لهوا هديلو انferoccus اما السيرجيكل بقى هنا هعمل حاضي ل Snapchat انه ممكن ان الشعنlü تectίν ب lle هثنتينيه ان تطينيه او انى ممكن يحصل عليها من يبقى دو هو موضوع قلنا ايه الهايدروكافلس قلنا تعريفه تمام برجع تاني هون قلنا تعريفه تمام قلنا اسبابه اللي هو الابستركتف اللي هو الابستركتف اللي هو اللي هو اللي هو زيادة او نقص الابزوربيشن بعد كده بتاعته اللي هو في الانفنت هيكون عنده او 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 وفي الاشيال ده هكون عنده اعراض ومنساش ان في حاجة اسمها بعد كده وبعد كده هنفراه عنه حاجة تانية بتعمل مين اللي هو الحاجات اللي بتاع الحاجات اللي في البريل بعد كده اللي هو اللي هو الاسكراهي على لها تعامل. بعد كده اللي هو المايكرو كفلي. المايكرو كفلي دوان عباره عن ايه? قالك دوان عباره عن ان الهيد بيكون سمول تمام الهيد سركمفيرنس بيكون اتنين ستاندرد دفياجون بلوء الميل او بلوء السيرد برسنتايل فور الاتج اندسكس ودوان كله نتيجة ايه? نتيجة فيلر اوف البرينجورس. طب ايه الاسباب بتاعته? قالك ايه ما حاجة جنيف العيلة? كل العيلة اصلا عن دماغهم صغيرة اللي هو جيناتك مايكرو كفلي اللي هو فاميليم او ممكن كرومزومل اعبنورمالتس اللي هو الدون و الادوارد والبتاع. او ممكن يكون ساكنداري مايكرو كافلي عملية على حاجة تانية ماب نيتي نيتل او نيتل او بوست نيتل بري نيتل مثلا حصل كونجنتل انفكشون او كونجنتل مالفور ماشن او تراتو جينيك ي هو مثلا يومت اعراضي للدرج او رادياشن او حصلMan born error في الميتابوليزم او في naiole ket nuitرية في دي كلها حاجات بري N MOOC ي재باء بقي يسابقاء النيتل بقى البرساسفيكسيال بوست نتل بقي والبوست نيتل المخصص او نimar is a person infection او مخصص انفكشن او نو Kernacter sucine اللي هي الحاجات اللي هنساكمهم في كلمة مين بحكم اللي هو والم اللي هو اللي هي بعد كده عندي اللي هو الفاميليا المايكروكافلي هنتكلم عنها ان هي عبارة عن سيدير فورمو في المايكروكافلي بتتورس بيكون راسية في العيلة وتزوم الرساسة في الديزيز بيتماغز بان هو الشخص ده ومم بيكون دماغه صغيرة بيكون ماركد وبكون منزل الفورهيد بتاعته بيتكون راجعة الورى كده اللي هيا سلومنج باكورد نتيجة ان El frontal loop بيكون اتروفي ونتيجة ان El frontal loop بيحسب بيكون عنده هو كمان نتيجة ان الراصس هو هيرخ فيك يكون عنده يعني بيهاية انه لارج الاير برومان انتونز واللة من مش كده اصلا نتيجة هو بس يظاهر كده نتيجة ان الراصس وهيرخ شقسي شوية بهيكون عنده صعب ان انا اى اكنترول له دماما بيكون بست فاميليا هستوري العائلة كلها يعني معظمها فيها الحاجة ديان وبست في كانسون جوائتي للأب والأم الجوازين قريب وسيتيها على البرين هنلاقيني فيه ببرين اتروفي اللي هو فرنطالوب مين اتروفي الديفرينشال ديجنوزس لازم افرق الفاميليا المايكرو كيفلي ديان عن ايه لازم افرق عن اي ابنورمالتس تانية كروموزومة الانوملي يعني ان الكروموزومة الانوملي ديان بيكون عندها بيكون عنده مايكرو كيفلي مع الدسمورفيك فيشر بتاعت الاب نورومالت دييران يعني دوان له شكل معين الادوارد له شكل معين البطول له شكل معين وهكذا اا لازم افرقها عن السكنراري مايكرو كيفلي اللي هي بتحصل نتيجة اللي هي البرينياتة الكوزيس يعني تمام فدي بيكون عن بيكون فيه هستوري كده اللي هي باد برينيتا هستوري مع مايلد تو مودرت مايكرو كيفلي مع جروس نيروليجيكال مين سيد اه لازم افرع عن اللي هو الكرينيو السينوزيس الكرينيو السينوزيس دوان اللي هو بيحصل بسمول هيد نتيجة البريماتيور كلوجر او فل السوتشر ودي ما تتميز ان هو بيكون لو جينا بصنا على السقل كده هنلاقي فيه بالبابل سكول ريجيس ويزي رده في الانترو كرينيال تنشر والعمال لنا اكس ري على السقل هنلاقي سيلفر بيتنجي مين ابيرانس زي مين زي الوفاكرين اللي هو الكونجينتال انفكشن اه في الطفل اولد تشيلدرن بتظهر سيلفر بيتنجي اه دي المين دي المايكرو كيف لي Global بعد كده عندي القران بicks المشاكل اللي بتاعخوها فيه الموتر سيستم زي ما ايخوزنا في البطن هو ا Belmoser Neuron وهو الموتر الموتر الروار دوان اللي بيطلع من سريبر السورتين دي يهى الموتور ايريا. تمام بتنزل بينزل منها اللي بيعدي عن طريق المضاله وفي المضالة بيحصل تباني الثمانين في المية منه تمام بيعاده الناحية التانية وعشرينómيا بنزلوا ع نفس النحية المهم كلهم بينزلو عند الـ anterior horn cell الفنكشن بتاعته أن هو مسئول عن الـ بعد كده اللي هو الـ بيبدأ من الـ llamado الفنكشن بتاعتهột بال From 1987 الفرق بين الـ وhubra motor男 زي ما خ spatial ان الـ нова اما دوان بيكون بيكون او زي ما احنا واخدينت في البطن ان هو بيكون التون ريد انكون الرايبرتونية اه حاجات تانية فاحنا نقول وخلاص بعد كده عندي اللي هو الازباب بتاعت عندنا اي حاجة بقى هتضرب بالبريم من فوق انفكشن انفلاميشن تراومات يومر فيسكولر ميتابوليك ديجينريشن الحاجات دي تمام انفكشن زي المينجريتس انكفاليتس انفلاميشن لو بصي انفكشن مثلا لو افتر ميزل مامبس بريسالة الانتراكرينيال تيومر والتراومة الهيت تراومة او باك تراومة الفاسكولر زي هيمورج سرومبوز السلسل المريح يعني لو انا ضربة الابر موتور او فلوبي انفنت لو انا ضربة الابر موتور او الابر موتور الشوك ستيج الاكيط في لاسة بريلسيس دي انا هناخدها كمان شوية الفاسكولر ستروك ان هو جاي بهيميبليجيا مصل ديستروفي لو هو ديشان ايه ديستروفيا هيجي بقى بقى عرض ديان بتاعت مين الموتور بعد كده هنتكلم عن موضوع تاني اسمه اللي هو الطفل مش ايه مش يعارف يتحرك اه الاسباب بتاعته ان حصل بريلسيس او اما اسبابها بريلسيس حصل بريلسيس في العضل او مش عضلات اصلا ده هو مشاكل فلبون او اي حاجة تاني اللي هو الزود بريلسيس اسباب الزود بريلسيس اللي هو في المفاصل في العضام في قسر عضم اللي هو فركشة في البون هاي بوتونيا نتيجة انه مالني درش الممكن تمام يبقى اسباب كلها عضمة ومفاصل اللي هو ايه بعد كده اللي هي بقى انحصل البريلسيس اللي حصل دولي اما نتيجة ابر موتر نيرون ليش اما نتيجة دربة البرين اما ضربة البرين عندي اللي هو كل اللي يخطر على بلنا هما هما اربعة ترانزفيرزمويليلاتيس وتيبي اللي هو بوتسي ديزيز وسبانا القرد تراوما وتيومر تمام اربعة تمام اللي هو الموتر نيرون لجيجن عندي يامى ضربة الانتيريورهرن يامى البريفرالنيرفي يامى النيورو ماسكولاي جانجشن يامى ضربة الماسكولاي ضربة الانتيريورهرن السل اللي عندنا اللي هو البوليو ماياليتس والفردين والكونجينتال ميوبسي والإنفلاماتول ميوبسي والميتابوليت ميوبسي الانبيلتي توك دوان ممكن نقسمه الى برايماري وسكنداري برايماري ان الطفل من ساعة ما تولد كده ما تحركش ما مشيش خالص اما السكنداري لا ادواء كان بيمشي وبعد كده وقف ماشي البرايماري دوان اسبابه ايه اسبابه الـ CB اسباب الـ Brain Degenerative Disease الـ Verding of Man Disease الـ Ricketts الكونجينتال ميوبسي يبقى الـ CB والـ Brain Degenerative Disease و الـ Ricketts والـ Conjunctal Mien يبقى حاجة ضرب الـ Brain اللي هو الـ Brain Degenerative Disease حاجة ضرب الـ Antiyl destruction اللي هو الـ Birding of Man Disease حاجة ضرب العضوام و حاجة ضرب العضلات اللي هو الـ Conjunctal Mien تمام؟ يبقى تخيالوهم كده فوق الـ يعني في المنزل وقف نـ بعد كده بعد كده الـ Ricketts بعد كده الـ الـ Conjunctal Mien بعد كده اللي هو سكنداري سكنداري كان بيمشي وقف وقف نتيجة أنه جاء له عدوى أو حاجة سببات له الشراليه البو 이러ميليته القيام به البوドン المناتجاتون بوست مين انكفلتك. يباديا مين اللي هي اللي قابلت يتوقع. عندنا هناخد بقى السريبرا المين بولسي. السريبرا المين بولسي ده وان عباره عن ايه? عباره عن نون بروجريسيف نون ريجريسيف نيرولوجيكال ليجين بيدرب السنتر موتور سيستم تمام? آآ آآ قصدي وفي السنتر موتور سيستم نتيجة ايه? نتيجة بري نيتل بري انصل. الطفل آآ في فترة آآ اللي هو يعني فترة الحمل كده اللي هو اسناء الحمل واسناء الولادة وبعد الولادة في الفترة دي كده حصل مشاكل طفل ما بيتحركش وخلاص. بس اه عقله شغال يعني بتاعته نورمل بتاعه نورمل كل حاجة نورمل لمشكلتي بس ان انا ضربة ايه? ضربة يعني ضربة بس اللي هو حركة ميد حركة العضلات تمام? والسي بي ده انا هناخد كمان شوية هنقول ان هو ايه? انواعي ايه? اما منو بليجيا اما باي بليجيا داي بليجيا الحاجة دي تمام? الاسباب بتاعته زي ما قلنا ان هو اللي هو سواء بري نيتل او نيتل اللي هو اه? اما اناملي تمام? اه كونجنطل سريبر اناملي اما انترواي اترين اسفكسي اما كونجنطل انفكشن اما تراتو جينيك مين ايجوند. تمام? والحمد لله انا كنت بتكلمه هو ما بيسجلش فتعريبا انا كنت اوقف عن اللي هو الاسباب بتاع تصريبر بولسي قلنا ايه? قلنا اللي هو تمام? اه قلنا اللي هو بعد كده قولنا البسولوجين ان الطفل هايجي البيزا الجانجليا والسريبلر ممكن ينضربه وممكن لا بعد كده اللي هو الكلاسفيكاشن اسمناه بقى اللي هو الاسباستيك والأتونيك والأكسترا برامدل والسريبلر الاسباستيك دوان هو اشهر واحد فيهم هو 80% يعني الاسباستيك سريبلر برصي ان الطفل زي ما احنا عارفين بقى بيكون براي ماري اصلا تمام كلهم هيكونوا كده آآ دوا بقى بيكون معها سباستيستي تمام اللي هو كلاس بنائم في سباستيستي وهيبا ريفليكس ياوي هايبو آآ وي ممكن يكون معها انكليس آآ كلونس بيكون معها بوسط ببنسكي ساين تمام بقى بيبدأ يظهر بعد سن سنتين ويسيزورينج في البوس لوارلن بنتيجة سيفير ادكتور سباستيستي وبيكون معها برسيستانس الف النيونيتر ريفليكس اللي هي زي المورو جراس بريفليكس اللي هو اسباسيك سريبا بربييو سي ده hanno بقى اسامه حسب البراراسي الس ديسربيوشن الى منو بليجيا هيبيبييجية بربليجيا كوادريبيجيا هامبليجيا دابل هامبليجيا والضيفيليجيا المونو بليجيا لنا اللي حد بصو اللي هو tiene مشاهدة الالي بس اليهامبليجيا دابة الابر أطراف و ال�ennenطراف دربة celوم surprise ولكن مور افكت الدزان الاصغر سايت. الاربعة لمبز مضربين ولكن اكتر من اي سي بي هيكون معاه اه مينتر ريتار ديشن ومعاه يكون في واجه. الاتونيك سريبرا بلسي دوا بيكون ايه? بيكون بردو برايمار ان قبلت التوق ولكن هو من اسمه كده اتونيا فيكون عنده جناليز دهايبوتونيا اللي هو في لوبي بيبي. بيكون معاه هايبر ريفليكسي. او اشهر او معظم الحالات بيكون معاه مايكرو كفالي واست negligee radicaladish. الاكسترا براملال سريبرا بولسي دوا ان يحصل انتيجة افكشن في البزل الجانجية. ودوا بيكون في الاول كده جناليز دهايبيتونيا وبعد بعد كده بتبدي تزاهر اعراض من الاكسترا براملال. اللي هي الاه? الاسيتوثيس وال thyroia والoraällt cystonia والحاجات دي. اما بقى اوهها الاتكسك المصن دوا بيحصل انتيجة ال سريبرا بولسي دوا بيتماز بان ودوا بيتماس اما في الاكسترابرامدة اللي كنا بتبدأ تزهر الاعراض بتاعته عندي سن الزيت شوء. نركز بقى ان في عندي اللي هو الايرلي سايم بتاعت السريبرا البولسي عبارة عن هابرليفليكسيا وبرسيستنس وفي الايه البرامتر فريفليكس. الميكس السريبرا البولسي دوا انه بيكون هو عبارة عن نوعين من يعني ظهر اعراض نوعين من الايه من السريبرا البولسي. عندنا سريبرا البولسي دوا لازم افرقوا عن ايه? لازم افرقوا عن الحالات اللي هي الايه اللي هي ايه المهم يعني لازم افرقوا عنها اه لانه هو بيكون برضه باستيك بارالسيس. طب هناك هفرقه عن هنا ازاي ان هناك بيكون فدول بيساعدني ان انا ايه افرقه. تانية حاجة اللي هو هفرقه عن البرين ديجنراتف ديزيز. البرين ديجنراتف ديزيز دي عبارة عن مجموعة من هير ديزيزز. اه بتعمل بيتماس باي بوبوزيتف فاميلي هستوري. والحالة بتبدأ. يعني في الاول كده بيكون نورمال جورس من 6 ل 9 شهور كده. اه ماشي وما بيبدأ ما بتظهرش الاعراض منذ بيرس زي كده يعني البرين ديجنراتف ديزيز دون بيكون في الاول بيمشي وبعد كده بيبدأ ان هو ايه اه يضعف شوية دون بيكون بروجريسيف اما احنا قلنا ان هو نان بروجريسيف نان ايه نان ريجريسيف. يبقى دون ايه? الاسباستيك سريبرا بولسي لازم افرقه عن ايه اه حاكتين دول اللي هو النجليكتر كيسس ويه البرين ديجنراتف ديزيز. الاعتونيك سريبرا بولسي برضو لازم مفرقه عن الحاجات التانية اللي بتعمل في لوبي انفانت. ازاي والكونجينتر لما يبسي واللي اصلا موضوع ناخده كمان شوية. الانفستيجيشن اللي انا بعملها لازمريبها ببارسي برضو اعمل زي الهيدوروكفلس كده اكس راي وزيتي اه وهناك كنا قلنا هنا هنا هنقول اي اي جي وهنعمل برضو تورشي سكرينينج ونعمل تست فور اسسسمنتو بتاع الاي كيو بتاع الايه الطفل. الاكس راي على سقالة عشان ده يجنزل مايكروكفلي وده يجنزل عشان اشوف لو فيه ايبليبسي اه عشان اشوف الايبليبسي لو فيه كونفولجن اتاك كل حاجة. عشان اشوف لو فيه كونجينتو بتاع الطفل. بتاعي فيزيو صارة بكده ان احنا بنعمل بس عشان نمنع المصل اصد عشان احافظ على المصل باور وامنع الايه مصل كونتراكشن. انعالج بقى الاسباستيس لو هو عند اسباستيسي فانا هديله حاجات اه تعالجها زي مسلا اورال اسكيلة المصل اللي هو البيكلوفين والدنترولين تمام دول بيقلل الاسباينر كورد اه المهم يعني لو ما استجابتش هدي بوتولينيام توكسين اللي هو البيتوكس وده وان بيعمل دينيفيشن وفي المصل ان المصل بيمنع عنها العصب وكده ارقا وممكن اخش عملية عمل رايزوتومي اللي هو نقطع الاسباينر فيروت اه تمام فنمنع اه اه غزائل عضلة بالعصب وكده الانتكونفالزانت اه تريتمنت ده وان في حالات الابليبتك اه اه في حالات الابليبتك كونفالزف ايه اتاك اديوكيشن البروجرام بقى حسب الايكويو بتاع الطفل والله لو هوا مايلد لو هوا مدرت لو هوا سيفير اه فبنعلكم يعني اه بنشوف هنتعامل معها زي اه مدرت تو سيفير ده وان اديوكابل ولكنها هيكون ترينابل البروفاوند ده وان اديوكابل وان اي ترينابل يبقى دول مين اللي هو سريبرال مين بولسي قلنا ايه قلنا في سريبرال بولسي اه مش مهم ان ارجع تاني المهم قلنا ايه قلنا ان هو تعريفه اه ديزيز بيضرب تمام اه وقلنا ان عندنا اسبابه اللي هو اه برينسو انسولت تمام سواء برينيتل او نيتل او بوست نيتل وبعد كده قلنا الكلاسيفكيشن بتاعه اننا بقسمه وكل واحد فيهم بيتمايز بحاجة بعد كده قلنا لازم افرق اللسباستيك عن الحكتين دول والأتونيك عن الحكتين دول قلنا اكس راي وسي تي واي جي وتورش وتست اه للاي كيو والتريتمنت اللي انا بقى عالج فيزيوسيرابي وتريتمنته في الاسبابستيستي هو اصلا مايوش علاج بس كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نحافظه على العضلات عشان مايخشش في اتروفي وكده اه لو فيه سبابستيستي بردو نعالجها لو فيه كونفالجن نعالجه اه ايدي حسب بقى حالة الطفل الامة المنتر ريتارديشن بتاعه عامل ايه لو ميلد لو مودرت لو بروفاند كل واحد فيهم له ايه له طريقة ايه يتعامل بيه بعد كده عندنا حاجة اسمها الاكيوت فيلاست بريلسيس من الدين كنا سألنه من شوية ان هو من الحاجات الي بتعمل ايه اللي بتعمل من الحاجات الي بتعمل ايه اليها هو كان موجود وراه في اللي هو ال المهمة دة الناطف الامة جاى behind يعنيبنى بتقول لانه مرة واحدة حصله اللي هو رخرخ كده وتمام اللي هو هايبوتونيا وهايبروفليكسيا الحاجات دي تمام فقو عبارة عن جلوب من ال CNS بتتماس بأكيوت أنصف في سيفير موتور ويك نصف بريفياص لنورمال دهو كان قبل كده نورمال جدا بقى عنده هايبوتونيا اللي هو فلاسد بيرلسس هايبروفليكسيا نيجات في بابانيسك ساين والحاجات دي أسبابها يقيم أنه هو أكيوت أسيمتريكا بيرلسس يقيم أكيوت سيمتريكا أكيوت أسيمتريكا الوحيد اللي بيعمل أسيمتريكا اللي هو البوليو ميلايتس اللي بيعملوا سيمتريكا بقى اللي هو ما ضربين على نفس النحية أصدق على نفس المستوى اللي هو والبوستوديفتريك بيرلسس والبوتاليسم تمام عندنا هناخدهم واحد واحد أول واحد معاه اللي هو دون بيحصل لو فاكرين أصلا في البطن كنت واخدين دون في موضوع اللي هو الحاجات اللي بتعمل فوكل بيضرب اللي هو بيرلسس بيكون معاه هايبوتونيا هايبر ريفلكسيا وبيكون سيمتريكا وبعد أسبوعين ترتة أسباع كده هايبوتونيا دي بتكون هايبرتونيا والهايبر ريفلكسيا وبيكون هايبررفلكسيا وبيكون بوزد في مبانيس كيمين ساين اللي هو بيكون قبر موتور نيرون أصلا بقى اللي بيميز الترانزفريز ما يلسى عن اي حاجة تانية ان هو بيكون معاه اللي هو عند الترام كده في منطقة البطن كده اللي هو بقى هيكون ايه بحدد المستوى اللي هو مضروب عنده من ايه من هنا كده من الابدوم من الريفليكس اللي هو فاكرين المهم يعني بيكون الابر لنب فيه مش متأثر ويكون معاه اللي هو الامر اي عالزباين لازم اعمله عشان استبعد ان هو مش تمام وان هو مش اي حاجة تانية يعني ان هو مجرد بس ان حصل بتاعي ان انا دول انفلميشن وهديله كورتيكوسترويد اللي هو هيدوز من الميسائل بريدنازولون لو ما استجابش هديله اي في اي جيه تمام اللي هو انتروفينيس اميونو جلوبلين اه اني بيهوان عالجانب من بتاع ترانزفريز مايولايتس اه بيكون معه سنسوري لوز تمام فلو لدي اكيوت فلاسفريز مع سنسوري لوز يبدوان كراكترستيك للترانزفريز مايولايتس بعد كده اللي هو البوليو مايولاس بيضرب فين بيضرب في الانترويورنسل الكوزوف اللي هو البوليو فيروس واحد واتن وثلاثة الكلينية اللي بكتش برضو ان هو اكيوت انسطوف البوليوسس عادة بتضرب اللي هو بوريبلاجيا بس اوه بيكون برضو مع هايبوتونيا هايبورفليكسيا الكاركترستيك ساين بقى ان هو بيكون اسيمتريكال بيضرب اكتر من ايه من مستوى وان هو بيورب موتر ما بيضربش سينسيشن كمان الانفستيجيشن ان انا هعمله ايه هعمله اه هبحث عن الانتي بوليو انتي بودي في السيروم اف البيشنت وان احنا اقول ان احنا نعزل مين الفيروس بكالشر افلستول التريتمنت بتاعي اللي هو سابورتف تمام اللي فبيقولك اني بيورده عالجام ان لو اكيوت فلسة بريلسس معها اسيمتريكال ويس نو سينسوري افكشن فدوان ايه بوليو مالتس الجوليان باري بقى الجوليان باري دوان بيضرب فين بيضرب في البريفران نيرف السبب بتاعه ايه زي ما احنا عفرين ان هو بعد ايه انفكشن سوان هي فيروس او بكتريال او فانغل او بوست فكسينيشن يعني هي حاجة من الحاجات دي الكلينيكال بيكتشن ان هو برضو اكيد انستو في الباريسس ضرب الليوار لمب مع هيبوتونيا مع هيبرفلكسيا الكراكتر استيكسين بتاعت الجوليان باري ان هو السيندينج من مارش ان هو بيطلع من تحت الفوق بيضرب الليوار لمب في الاول بعد كده بيطلع عشان يضرب الابر لمب والرسبيرات رو يمين مصر ممكن يكون معا سنسوري افكشن اللي هو بارسيزيا الانفكشن هنا هعمل ايه هعمل سي سي اس اف ومال هناك في الترانزفيرز مايا ديس عملنا ايه عملنا ايه اللي هو شفنا اللي ازباين الكورد عملنا اللي هو بتاعت ايه عملنا اللي هو الامواري على اللزباين تمام وفي البوليو ابحثنا عن الانتي بضغطه وبحثنا عن مين عن الويروس اما هنا في الغولين هعمل سي اس اف هنلاقي ان هو عنده طايته البولين دusanشيشه لانه عندي الانفكشن دي بتزود البرتين في اليه في ال اس اس اف اه تمام وده عما بيكون افتر تو ويكس في رومز اونست وده عن النهزب السابق أصلا لليه لازج بي اس اه الاسبسيفك لو انه hang in me المهم يعني نيرفي كونكشن برضو فيلوستي بتقله والامجي بيشو اكيوت دينيرفيجين وفي المصر اه التريتمنت بتاعي انها برضو بتديله اميونو جلوبلين اه لو ما استجابش بنديله بنعمله بلازما فاريزيس اللي هو بلازما اكس اه تمام وديه بتستغلم كالترنتف يعني الاي في جي اي جي اه او ماشي اه الكورتيكوسترويد برضو ممكن استغرامه ودي في الحالات مين الكورونيت يعني لو الاعراض استمرت اكتر من اي اكتر من ثمان اسابيع بيقولك بيميز باي ان هو اقيوت فلاست برضو اه بيكون سيمياتريكوير ويكون معه اهما حاجة اللي هو الاسننتج مين مورش بعدا كده اللي هو البوست الدفتريك داء ضرب في دايدTION درب في الوريفران nutrients بيكون بعد مين بعد اللي هو那就 separately يكونسميثballs في اليه اللي هو اللي هوالتوكسكنلو when بتحصل بواسطة اللي مشة ذطب جرام برضو برضو البرالسس ضربة برضو بيكون معها بطونيا هيبروفلكسيا بقى ان هو هنا من ثلاثة اربع اسابيع فاته ان هو بيكون معها اوكيلر برالسس ومعها بلاتة برالسس اه تمام ان هو بيشرق كتير وعياته ضعيف كده وعنده الانفستيجيشن مفيش سبسيفك انفستيجيشن للدفترية احنا مجرد بس ما ناخد من الحالة خلاص عرفت ان هو بست الدفترك ايه اه اكيوت تريت منت بتاعي اللي هو ادي حاجة مؤقتة فمش محتاجة ايه عليك تمام? على الجنب كده ان ان انت لو لقيت اكيوت فلاصة برالسس معها معها هستوري اف دفتريا الاف انفكشن يوبى دوان ايه بوسط البتوليزم بقى دوان بيدرب السبب بتاعه ان هو بيحصل بواسطة اللي بتطلع توكسن اللي بيعمل بلوك لنيورو ماسكرا جانكشن المهم يعني اللي بيعمل انفكشن بالكوليستوريديم بوتولينيم ازاي? قالك ان هو مسلا اكلت الابنها عصر ابيض او كورن سيرب اه في مرحات الانفانسي تمام? او ان هو حصل انجشن اف الكنتاميناتين بريزيرف تفود كالاكل ملوس او اه جرح تلوس وانضي انفكشن كالبيكتشور برضو اكيوت فلاصة برالسس بيكون سيمتريكال ولكن انها بيكون ايه بقى بتبدأ بالبلبر عنده الاوكلير نيرفوس وعلى كده بتنزل عشان تنضرب بترونك واللمس بيكون معصر ريزبيراتوري باراليسيس وما بيكونش معصر سينسوري افكش الكراكتر استيكسوين انه هو هستوري في انجشن او فالكون تامي وفي الكنتاميناتين فود وبيكون ديسيندينج مين مارش بتامي ريزبيراتوري فيله هابحث عن التوكسنز وهابحث عن الارجانزم فلسطول والايه والواند التريتمنت اننا بديله بطولينيم اميونو جلوبينام ماشي دوان عباره عن هيومان درايف ديبوتولينيا مين انتي دوكسن يبا كده يعاني بيعه جنب اننا لو لقيت اكيوت فلسط بيراليسيس بديسيندينج مارش بيرسبياتوري فيلور فدوان او بيراليسيس قصدي يعني فدوان ايه بوتوليزم اوش يبا كده خلاصنا موضوع مين الاكيوت فلسط مين بيراليسيس بعد كده موضوع اللي هو الفلوبيب الطفل المرخرخ دوان تفيه بيرسستانت هايبوتونيا بريزم تقاتي البيرس او ايه في الارلي انفانتي الطفل من ساعة ما تولد او بقاله شوية كده بقاله فترة يعني من مرحلة الانفانتي وهو مراخرة كده السبب بتاعه اياما سنترا لأياما نيرو ماسكولر اياما سندروم السنترا اللي هو اتونيك سربلا بولس النييرو ماسكولر عندنا اياما الانتيرو هورن مضروبة البريفرنال نيرف يا النيورو ماسكولر يا ايه المصر انتيرو الارمل اللي هو البريفرر اللي هو البريفرنال نيرف بصوا كل الحاجات اللي بتعمل كلما هيعملوا هايبوتونيا فميعملوا فلوبي انفانت السندرومات عندنا اللي هو دوان والالالjugين هااا بيكون عنده اتنين اتش , اتنين اس وضفضع تمام اتنين قمش اللي هو الهيد لاج. اللي هو راسه كده لو جيت شدو وهو نعم في الصوبين بوزيشن ماشي شدته من ذراعاته كده merciful هو ماشي هو في الصوبين بوزيشن فالهيد بتاعته بتلاجه بترجع الورا. اللي هو فدوان دليل على ان هو عنده اللي هو يقبى راسه بترجع الوران. ولو يقدر ان هو يجيب كعبه على رأسه اللي هو اللي هو الاكروباتيك صين فدوان لو هو جاب كعب ريجل على راسه يبقى دولا ايه عنده جنراليز ده هايبوتوني. جميل كده يبقى كده اتنين اتش طيرناه. التاني اتنين اس معي اللي هو اللي هو اللي هو لو انت شعلقت الطفل كده هتلاقي ان هو عنده آآ كيرفت ترانك. بتاعه بيكون كيرفت. فدولا بيعني ايه دولا ان هو عنده هايبوتوني في البلوك والايه? وطرانك مصلا. اللي هو لما تيجي آآ ان هو قصد الطفل بيقدر ان هو يجيب كوعه على ايه? على سيدرو في الميدلاين. مش عارفها ازيه. آآ يعني تريب ان هو بيعاد الميدلاين للناحية التانية ولا ايه مش فهم. المهم دولا يعني هايبوتونيا وفي الابر مين لم. الفروج ليك بوزيشن بقى اللي هو اللي هو زي الضفضاعة كده اللي هو لو حط لو نيامت الطفل كده هتلاقي ان رجله بتعمل زي رجل الضفضاعة كده. فدولا ايه يعني هايبوتونيا في البوس لوار مين لم. يبقى دولا مين اكلان كلمانا في استيشن. هفرق الفلوبي بيب دولا عن ايه? هنفرق مش هنفرق وده احنا هنفرق بين الانواع يعني. احنا قلنا ازباوي اما اي حاجة تانية بتعمل لوار موتر نيرون اللي هو حاجة ضربة الانتيرو هورن اللي هو اللي هو زي ما اخدناها في السريبر بولسي. والكلمة كالبكتشر زي ما قلنا ان هو بيكون معها هايبر ريفلكسية معها مينة وما هي كوروكفالي. وقلنا ان هو بيكون عنده هايبر ريفلكسية في في خلاص دولا على طول. الانواع انا بعمل سيتي على البرين هلاقيه في برين سيل اتروفي وتريتمنت التي تعمل فيش سبسيك تريتمنت. ده بالفردينج هوف مان ديزيز. قالك دوان مضروبة عنده الانتيرو هورن سيل. تمام السبب بتاع اللي جن ان هو اصلا هوريد ديزيز اوتوزوما ريسيسيف. يبقى دوان تاني حاجة معي اوتوزوما ريسيسيف. زي مين زي المايكوروكفالي اللي هو الفاميوليا المايكوروكفالي كانت اوتوزوما ريسيسيف. جمعوا كده بقى انتوا عادين. ان الفردينج دوان بيكون عنده جنراليز دهايبوتونيا اللي هو فلوبي معها هيبوريفلكسيا وفيش منتر ريترديشن. يبقى على عكس مين? على عكس السريبرا بولسي. تمام. ريسبياترو مسل ويكنس ممكن يحصل معها ريسبياتري فيلور. فدوان سبب الدس. كوراكتر ستيك ساين. اهم حاجة بقى اللي هتمعز الفردينج انه بيكون فيه فاسيكولاشا في الطانج. فدوان خلاص بيقول انه هو فردينج. تمام? الجدول ده مهم اللي هو بين الفردينج والايه والسريبرا بولسي. ان السريبرا بيكون الليجين بتاعه في البرين. الا هو كورتيكل. اما دوانcke neuter و dude. اما دوان دوان مفيش فيفاسيكولاشن. اما دوان فيفاسيكولاشن. اما دوان الروزوياتري مسل مش مضروبة اما هنا مضروبة. بعد كده اللي هو Raw. Pence. نورو ماسكولاشن. هو المضروب ماشي. السبب بتاعها اوتوزومر ريسيسف. يبقى دوان تالت اوتوزومر ريسيسف في الايه? في الشابتر دوان. آآ بيتمايز بايه? انه هو اونرسبونس ونسق في الماصر ريسيبتر طول اكشن وفلسطايل كليب. كده ان كلب كتشور ان هو بيكون برضو ولكن هنا بيتمايز بحاجة ان هو في الاول كده بيكون عنده اوكولار مسل افكشن اللي هو توزس واليبلوبيا. تمام? البالبر مسل ممكن تندرب ماشي فيكون عنده صعوبة في البلع. آآ ان هو ايه? ان هو لو عملنا ال اي ام جي هو الدياغنوستيك هنلاقي ان هو يعني اللي هو كل ما هو بيحرك كل ما انا بحفز العضلة كل ما بتكون بتاعها اضعف في المرة اللي اللي بعد اللي بعدها وكده يعني الترتن انت بتاعه اللي هو المهم دوان مين الكونجينتر ميزينيا مين جريبس. الدوان اللي هو الواحد وعشرين ترويزومي دوان بيكون ايه? بيكون بس يتميز بقيه ايه كمان ويجنراليز ديمين هايبوتوني. يبقى اللي يميز الدوان عن اي حاجة تانية ان هو ايه? ان هو بيكون معاه مينتر ريتارديشن وغورس ريتارديشن ومعه كمان بتاعه اللي هي المونجوليزم. الانفستيجيشن هو عمل كريو طايبينج هلاقي ان هو ايه ترعيزومي واحد وعشرين. اللي هو السندروم اللي هو سريبرو اوكلو رينول دوان بيكون في ليب انفنت ولكن بيكون معاه ايه? الاوكلة مضروبة اللي هو ومخض و اه. وهو عنده ميتر ريتارديشن وهايب جونالدزم وشورته مين استيتشور. لو فاكرينكوا نفسكي منها اللي هو ايه? ان هو ولد خين قصير اه اه تستيس بتاعه ولد خين قصير تمام اه والتيس بتاعته لسه من الزي لايتش. اللي هو تخين قصير وشورته استيتشور وهو ولد هيب جونالدزم ماشي وفلوبي انفنت وميتر ريتارديشن. المهم يعني دوان مين دا انا بتاعت مين؟ بتاعت الفلوبي اللي هو والدوين والليوي والبرادر اخر حاجة معايا بقى عشان ايه الواحد تعب تمام هو عايزين ينام الديشان مصل مين ديستروفي الديشان مصل ديستروفي دوان رابع حاجة في المنهج بس دوان اما التانيين هم مين التانيين اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الفاميليا مايكروكيفلي والله هو الله ما صالح على حضرة النبي عليها الصلاة والسلام الديشان بقى دوان بسبب اللي هو عبارة عن مصل بورتين مهم جدا للمصل مين المهم من ديستروفي دوان ما بيكونش موجود فنتيجة كده بيكون عندي ديستركشن في المصل مين فايبر فبيكون عندي ضعف في العضوات كده كالبيكتشر زي ما خدناها في البطنة بالضبط انه في الاول كده بيكون وبيبدأ بقى تظهر الاعراضة عند سنة ثلاث سنين بمصل ويكنس الويكنس دوان بيكون في جرد المصل بيكون عنده صعوبة في اللي هو لما بيجي يقوم كده من مكانه بيكون ايه بيعتمد بتعلمين على المهم يعني المهم يعني المهم يعني بيمسك اللي هو زي في صورة كده الشولدر بقى بتبدأ تندرب اللي بتندرب الاول وبعد كده الشولدر المهم يعني الشولدر جرد المصل لما بتندرب بيكون ايه بيكون انه هو مش قادر انه هو يسرح شعره انه هو يعمل اي حاجة يعني يرفع بها دراعه الفوق تمام بيكون عنده بوزط اللي هو اللي هو لما بيجي يحاول انه هو يرفع اصد لما بيجي تحاول ترفع الطفل من الاجزيلة كده بيروح نازل تمام اللي هو زي جارسين تقريبا الزودو هايبرتروفي وفلقاف مصلز بيكون معاها الكاردياك بيكون عنده كارديوميوباسي والطفل دوان بيبدأ احنا قلنا بيبدأ الاعراض تظهر عند السنة ثلاث شهور تمام قصد عند السنة ثلاث سنين وبعد كده بيكونش قادر انه هو يمشي عند السنة ثمانية لاثناشر سنة تمام بيعود على كرسي متحرك وبعد كده الدس بيحصل عند السنة ثمانتاشر سألنا نتيجة ريزبيوس ريبين فيلور او هارت مين فيلور جيبا دير ميني كالبكيت شرمين بتاعته الانفتيجيشن بطلب منه اللي هو اللي اللي انا شوف الانزايم اللي هو الكرياتين فسفوكينيز انزايم هللاقيه عالي اعلى من 5000 والامجين هلاقيها مايوبوسيك والمسل البيوبسي دي يعني هي الدياغنوستيك اصلا اللي هو هلاقيه عنده مسل نكروزيس وفات انفلتراشن وما فيش ديستروفين في الامفلستيني شست اكس ري وايه سي جي وايه كارديوجرافي عشان نشوف ايه لو عضلة القلب انضربت ولا اي حاجة التريتمت بتاعه اللي هو سبورتف سيرابي وفيزيو سيرابي وممكن نزرع اللي هو مايوبلاس ترانس بلانتيشن ويجين سيرابي ويكورتيكوسترويد علشان ان هو ايه يدلاي الموتور الديس قبلتي والحاجات دي يبقى دواء مين اللي هو الديشان مصر مين ديستروفي ده الحمد لله خلاصنا كام كبير نصلنا حابة صويرين هنقولهم في فيديو تاني ان شاء الله بس كده